السلام عليكم شباب بيعطيكم العافية بهذا الفيديو تمام رح نحكي بشكل سريع لاني ما بحب طويل الفيديوهات وما عندي وقت اعمل الفيديوهات بشكل مطول فشباب في عنا اصدار جديد للإندكس اسمه EndpointTotalMay Endpoint هذا اسم ثابت لهذا السيريز من المؤشرات الإندكس بكل بساطة بيعتمد على مبدأ الذكاء الصناعي الارتفايشان اندريجانس بيرصد وتوقع السيولات بسوق الكريبتو كارنسي بيعطيك المستويات السعرية هذا الاصدار هو اصدار مجاني ويعمل فقط على الكون ماركت كاب يعني انت ما فيك تستخدمه على العملات الرقمية العادية لانه عندك إندكس ثاني تمام؟ فهو موجود على الـ Public Library ما بعرف اذا انا شعره ولا لسه فبتفوت انت على الـ Public Library بتقوله end point تمام؟ هاي الميسكريبت هتلاقيه هو النازل على الـ Public Library لسه ما نزل بالدوقت شوي لانه هلأ نشرته تمام؟ شو وظيفة الاندكسي شباب؟ وظيفة الاندكسي برسلك الـ CoinMarketCap لانه كل ما زاد الـ CoinMarketCap كل ما طلعت العملات الرقمية تمام؟ طيب، فبيقلك شو متوقع الـ CoinMarketCap قبل ويني وصل تمام؟ طريقة شرح الاندكس هي نفسه طريقة شرح الموجودة على قناتي على اليوتيوب فكون تفوتو هي عن قناتي على اليوتيوب طيب تفوت على قائمة التشغيل قوائم التشغيل شرح إندكس نقطة النهاية تفوت أول شيء تشوف شرح كامل الإندكس مع البور سايكل هذا أول فيديو شرح الإصدار الجديد من الإندكس هذا يجب أن تشوفه تمام؟ عشان تفهم كيف تشتغل الإندكس وشرح كامل الإندكس الجديد مع البور سايكل تمام؟ طيب فهذه الفيديو هين لازم تشوفه عشان تفهم شو طريقة عمل الإندكس لأنه نحن مو بس عنا مستويات مقاومة سعرية كل مستوى له باور سايكل تمام؟ ويقل لك أنه لو السعر حبط من هذا المستوى فهو سيوصل لهذا المستوى تمام؟ طيب هذا الإندكس أول شيء مجاني ينزل لكل شهر يعني هذا مثلا خلاص انتهى هذا الشهر إندبوينت توتال ماي فأنت ستجد ثلاث أجزاء للتسمية أول شيء ستجد إندبوينت هذا اسم السلسلة كاملة في عنا إندبوينت أو نقطة النهاية خاص بالكريبتو كارنسي اللي هو هذا اللي منشترق عليه طبع القناة الخاصة لمشتركين وهذا لازم تدفع اشتراك حتى تستخدمه خاص بكل عملي عندك الشغلة الثانية على هذا الاثنين عندنا الثاني توتال فأنت ستجد إندبوينت تمام؟ ستجد كريبتو أو تجد توتال فلما تلاقي كريبتو فتعرف أنه خاص بكل عمليا يدرس لك كل عمليا بشكل مفصل توتال هذا خاص بالكوين ماركت كاب بفرجيك السلولة إلى أين ملتجها ورأس مال السلوء الكوين ماركت كاب شو متوقع في أنه يصير ماي اسم الشهر تمام؟ فأمكن تلاقي بعد منه جون جولاي أوغاتس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر تمام؟ بعدين هضيفة خانة تانية تبع السنة عشان تعرف أين سنة تمام شباب؟ أوكي طيب بكل بساطة اندكس بسيط بعد ما تفوت تشوف فيديوهات شرح بتحط صح على كل شيء شايفه قدامك وبس هو بتولى القيادة هلا حاليا خلينا نشوف الكون ماركت كاب متل ما قلنا هذا الاصدار فري فيك تستخدمه فري ما في عليه الرسوم الرسوم على الاندكس كله عمله بشكل مفصل تمام؟ أوكي طيب حاليا اللي احنا عنا السر شايفين عنا هذا خط عنا هذا خط عنا هذا خط وعنا هون فوق مجموعة خطوط أنا حتى خاطت عليها خط أوكي شباب طيب فهون بتشوف انت هنا عنا مجموعة خطوط مع انت في عنا دعومات مهمة جدا للكوين ماركت كاب عند هذا المستوى تمام شباب عند هذا المستوى في أول نقطة من نشوفها الشغلة تانية من الدرس البورر سايكل حسب الفيديوهات رجع شوف الفيديوهات لتفهم أنا عن إيش بدي أحكي هلا فعنا هون شباب عنا لما تحط على الديامونت حيطلع لك تلميح حسب دراسة الاندكس عندك هون بورر سايكل 20 ألف البورر سايكل 20 ألف هي أطخم بورر سايكل من شهر واحد أو لأموم شهر واحد شهر اثنين يعني من حوالي ثلاث شهور فهون كوين ماركت كاب هابط من بورر سايكل يا صديقي عندك هاي المنطقة عندك عدة دعومات للكوين ماركت كاب تمام؟ عندك هون واحد خط اثنين ثلاثة أربعة أربعة ديامونت فهي منطقة مقاومة قوية ليس بسهولة إن السوق ينزل عن توب تقريبا آخر سعر هو محددة 1.96 تريليون تمام؟ طيب فتحت طبعا انا هقول اسمها بالإنجليزي يعني ما بعرف في الصراحة الأرقام بالعربي شنون بتقولوا أنتم مليار و تريليون فما بعرف شو تسلسلون فهنا نستخدم الأرقام الإنجليزية متل ما بعرفها أنا تمام؟ لأني أنا خل بلخبط بين المليون و تريليون بالتسميات بالعربي فحقولها بالإنجليزي وانتم فهموها بالعربي ففي عندنا تريليون وفي عندنا بليون تمام؟ طيب شباب هذا السوق حاليا هذا أخر دعم له لأنه هذا البورر سايكل 20 ألف عند شو؟ عند الواحد فاصلة قديش؟ عند الواحد فاصلة تسعة ستة هو عمليون الدعم وكان عند 2.04 فهلا عودة السوق للصعود فوق 2.14 تريليون معنات إحنا عودة لترين تصاعد طيب ترين تصاعد شو بنا نشوف هون عنا؟ عنا هون 2.415 بورر سايكل هون عنا 10.130 ولكن لاحظ هون هي أدخن بورر سايكل هون شوفها معي 20 ألف فهي العشرة ألف ما هتقدر تعمل هبوط لهون تمام؟ فهذا بنستنتج أن هاي الحركة بالنسبة للإندكسية عبارة عن تصحيح وما في عنا هبوط طيب وين متوقع الـ CoinMarketCap يوصل؟ حيوصل للبورر سايكل الأعلى من 20 ألف هنلاقي هون كمان عنا لاحظ 20 ألف تمام؟ اللي هي جاي من تاريخ 8.5 تمام؟ فبس ليكتمل هذا شهر مايو بس ليكتمل شهر جون هتلاقوا هون كمان عندكم بورر سايكل أعلى ولكن هتكون على نفس المستوى هون فمبدئيا متوقع صعود سوق العملات الرقمية خلال شهر جون والله عالم حتى 3.247 تريليون دولار تمام؟ هتشوفوا انتو حاليا بتفهم انت نقطة من الإندكس انت عندك شهر مايو بس ليطلع شهر جون هتلاقي هون دخطوط كملت معك الهون فاضي هتلاقي هتلاقي دخطوط تعبت بس سارة شو صعاد؟ صعاد من الـ 20 ألف فبدأك بورر سايكل أقوى منه لحتى تقدر تحبطه الـ بورر سايكل هون بحاف ضمن هاي الخطوط هتلاقي هون عندك بورر سايكل هاي هي الـ 20 ألف شايفة فهي يس قادرة انه تعمله هبوط للسوق بس وين لا يوصل لعندها؟ يعني على 3.24 تريليون دولار وفي عنا بورر سايكل تانية بيجون كونه أنا الاندكس معي تمام؟ فبيجون هتلاقي كمان بورر سايكل أعلى فهي نقطة جدا مهمة بيجون 3.24 تريليون دولار is very important تمام؟ تريليون مرة تانية لا بعرف شو بتسموها انتم بالعربي sorry sorry for bad Arabic بس ما بعرف يمكن اسمها تريليون كمان يمكن عندهم مليون مليار تريليون هيك شي شغلة تمام؟ بس بالانجليزي انا بصراحة ما بعرفها بالعربي بس بالانجليزي عنا بليون وعنا بعدين تريليون فهنا نلاحظ السوق إذا هبط تكسر هذا المسلوح شباب مباشرة على 800 بليون يعني عنا حيكون هبوط قديش بالسوق شباب؟ حيكون عنا تبعنا 50% هذا الشي شبه مستحيل انه يصير يعني حنرجع على مستويات 13 جون 2021 which is impossible right now شي مستحيل السوق يهبط 60% يعني عملات الرقمية قلتها حتروح على الصفيرة فهذا الشي شبه مستحيل ولسه ما تقرر شو وضع الكون التوتال تمام؟ او الكون ماركت كاب عند هذا المسلوح هلاحظ هون عم يقاوم عند هاي الخطوط بس مدلي خط هون مدلي خط هون طبع دي ليش عم يقاوم بسبب وجود البور سايكل ل 20 ألف مرة ثانية ارجع في فيديو الاندكس شعن تفهم انا عن ايش عم بحكيه فعن هاي المسلوحات سعرية مهمة جدا مهمة يعني مهمة جدا مهمة جدا فبس الارجع هنا طلعنا فوق 2.15 ان شاء الله حنطلع السوق حيحلق مرة ثانية يا شباب بس ننتبه انه انت عندك هون 3.24 تريليون 3.24 تريليون 3.24 تريليون هذا الرقم جدا مهمة لو وصلنا له السوق ما هيطلع اكتر من هيك قبل ما يعمل ديب كوركشن تمام انه هيجي عندك بجون بور سايكل الى تمام نفس المسلوح السعري ولكن بور سايكل اعلى فلو طلعنا بفوق 3.24 بليون فالسوق خلاص سيهبط سيقضي فترة طويلة زمنية انا حكيت حوالي السنة هابط فانتبه لهذا الموضوع حاليا حاليا اي هبط هلا السوق عم يصعد تمام السوق لو صعدت شباب لو هبط مباشرة على 800 بليون 800 بليون ما بعرف شو هي بالعربي خلينا نشوف شو هي الارقام بالعربي ها تمام هم حاول كنت افهم شو هو what is the بليون عشان نفهم شو هو بالعربي يعني كم صفر هو اه عشرة أس تسعة يعني ألف مليون يعني ألف مليون او خلينا نشوف شو مسميه ألف مليون اللي هي البليون خلينا نشوف العربي شو بسموه الشباب اه مليار تمام فحننزل فهي حيكون اسمه البليون حيكون اسمه مليار تمام فحننزل مباشرة على 800 مليار شباب 800 مليار هذا رقم it's not easy انه نوصله يعني شوف على الويكلي خلينا نخفي هذا الاندكس 800 مليار يعني هون شباب يعني حنرجع على قمم شو ديسمبر 2017 which is impossible to have خارج المنطق فالمنطق حاليا انه نعمل ارتداد تمام هلا بلاش سوق عم يرتد عم يتعافى شايفين مستويات سعرين محددة الاندكس بلاش سوق يتعافى طلعنا فوق 2.15 ترينيون فخلاص اوكي سوق صعد حنرجع للصعود فهذا رقم جدا مهم شباب فالرقم هي جدا مهمة 1.96 وال 2.125 هذا سوق عم يصعد نحن مستنين بس حتى يكسر 2.15 لحتى تلاقي كلها تفسق بالاخبر تمام شباب اتمنى انكم توفيق هذا الاندكس حيضل مجاني لانه هو عن الاندكس في حال لانه اتفاعل من الشباب وتعاون معهم بخصوص الاندكس هنكمل الفري في حال لانه اتزوق على قناة اليوتيوب هنوقف الموضوع هتضطر ان انت تستخدم هذا الاندكس هتضطر تدفع فلوس لتستخدم الاندكس والموضوع يعتمد على دعمكم المعنوي تشجيعكم للاندكس بالنهاية انا مفارع مع الاندكس موجود معي وانا بعرف وعندي قناة خاصة فالناس المشتركين مهتمين بالموضوع مع كبار المستثمرين اللي عم بشتغل معهم فانا حبيت فيدكم بهي المعلومة اوكي شباب يلا بتوفيق وفرجونا تفاعل بخصوص هذا الاندكس الجديد يلا بتوفيق شباب